أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مشروع تطوير قرى الريف المصرية يأتي بعد مرحلة زمنية مفصلية مرت بها مصر منذ عام 2014 وحتى الآن تم خلالها التركيز على تبني إصلاحات اقتصادية هيكلية تعد الأشمل والأعمق في تاريخ مصر وخلال اجتماعه مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين المشاركين في مبادرة حياة كريمة بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ورئيس المخابرات العامة عباس كامل وصرح متحدثة الرئاسة السفير بسام راضي أن الاجتماع شهد استعراض أهم مستهدفات المشروع الذي يهدف إلى تحديث جوانب الحياة لعدد 4584 قرية في جميع المحافظات تضم 58% من إجمالي سكان مصر وأشار الرئيس إلى أن مشروع تطوير قرى الريف المصري يأتي تحت مظلة تنفيذ رؤية مصر 2030 حيث يهدف إلى تطوير كل جوانب تفاصيل الحياة في الريف وإلى تحقيق جودة الخدمات واستقرارها للمواطنين وشدد الرئيس السيسي على أن الدولة عازمة على بدل أقصى جهد لإنهاء مراحل المشروع في أقصى رأبدة زمنية ممكنة كما شدد على أن الجهود تمت بالتوازي مع اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري من كل الجوانب والاستثمار بالموارد البشرية باعتبارها قاترة التقدم إلى المستقبل الذي يليق بمصر وأوضح رئيس السيسي أن المشروع سيمثل نقلة كبيرة لمصر ويفتح أفاق الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية ومن تم تطوير قطاع الصناع والأعمال الذي يعد بمثابة المستقبل التنموي لمصر ترجمة نانسي قنقر